نرى سلطان المسيح من خلال قدرته السرمدية فهو مكتوب عنه القادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير فقدرته السرمدية لاحظها يعني مش إنه مجرد يجري معجزة ولكن حضوره وجوده في أي مكان تحدث معجزة لأن قوة كانت تخرج منه فوجود يسوع هو القدرة السرمدية في عرص قان الجليل ملأوا ست أجران ماء يعني للحفة وقال قدموا يعني بدون صلاة بدون أي كلمة وتحول الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة إلى نبيذ له لون ورائحة والطعم وهكذا أحبائي ممكن نتكلم عن معجزات المسيح مثل إشباع الآلاف شفاء المرضى فتح عيون العمي تطهير البرص ويعني إخراج الشياطين وهكذا كل أنواع المعجزات فنرى إنه سلطانه يعني من خلال قدرته السرمدية اللي كانت موجودة منذ وجوده فالمسيح كلمة الله الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان ثم أحبائي شيء آخر بمي السلطان المسيح هو من حيث وجوده في كل مكان فمثلا في يحنى 3 آية 13 كان بيتكلم مع رجل الدين نيقوديموس قال له ليس أحد صاعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء الذي هو في السماء وهو يتكلم مع نيقوديموس واحد من أعظم معلمي اليهود يعني يعتبر معلم اليهود أو المعلم المتجول ويعتبر معلم المعلمين لأنه كان بيتجول في كل المجامع يفحص التعليم فكونه أن يسمع هذا التعليق أو هذا الكلام من يسوع فهذا كلام مهم جدا سلطان أحبائي من حيث وجوده في كل مكان وطبعا قال يسوع حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة